وبرعاية سمو الأميرة سمية بنت الحسن انطلق في مركز الحسين الثقافي راس العين ملتقى اللغة العربية الأول بمشاركة حوالي 300 شخص وهو ملتقى موجه للتربويين والخبراء وأصحاب القرار في وزارة التربية والتعليم وفي المدارس والجامعات الأردنية والمؤسسات والهيئات الثقافية في المملكة يهدف الملتقى الذي حضرته الدكتورة باسم السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات الأردن وفلسطين إلى إبراز أهمية وجمالية لغتنا العربية وأظهارها في صورة لغة متجددة تواكب التطور والإبداع وتضمن الملتقى وراش عمل متخصصة في خمسة محاور رئيسية متعلقة باللغة العربية وأساليب تعلمها ومجاراتها لتحديات العصر